السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في درسنا اليوم في الحلقة الثالثة من درس تمثيل الدوال المثلثية بيانيا تعرفنا في الدرسين السابقين على تمثيل دالة الجيب ودالة الجيب التمام ودالة الظل وعرفنا كيف نحسب السعة وطول الدورة واليوم إن شاء الله نكمل تمثيل الدوال المتبقية عندنا دالة الكوتان ودالة السك ودالة الكوسك نبغي نعرف أيضا سعتها هل هي معرفة أو غير معرفة وكم طول دورتها فهذا اللي إن شاء الله راح نتعرف عليه في درس اليوم نتمنى لكم دائما وأبدا متابعة طيبة دعونا نتذكر محاور هذا الدرس في البداية تكلمنا عن إيجاد السعة وطول الدورة ثم تمثيل دالتي الجيب وجيب التمام بيانيا ثم تكلمنا عن تمثيل موقف بدالة دورية وبعد ذلك انتقلنا إلى تمثيل دوال الظل بيانيا وسنختم الآن بتمثيل الدوال المثلثية الأخرى بيانيا نبدأ بمراجعة لأهم الأشياء التي تعلمناها في الدرس الماضي ذكرنا أنه بالنسبة للدوال المثلثية يمكن تمثيلها في المستوي الإحداثي تذكر أن منحنايات الدالة الدورية فيها أنماط متكررة أو دورات إذن جميع الدوال المثلثية لها أنماط متكررة أو دورات وأن طول الأفق لكل دورة يسمى طول الدورة وسعة منحنا دالة الجيب وجيب التمام تساوي نصف الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى مثل ما رأينا أن دالة الجيب دائما تتراوح ما بين الموجب واحد والسالب واحد بهذه الصورة فبالتالي الساعة قلنا هي نصف الفرق ما بين القيمة العظمى اللي هي واحد والقيمة الصغرى اللي هي سالب واحد فالارتفاع هذا من الموجب واحد أو من السالب واحد إلى الموجب واحد يساوي اثنين ونصف هذا الارتفاع يساوي كم لأنه قالك أبغى نصف الفرق أو نصف الارتفاع هذا فبالتالي نصف الاثنين يساوي كم يساوي واحد فبالتالي قلنا أن ساعة دالة الجيب وجيب التمام في الأساس تساوي واحد إلا إذا كانت الدالة مضروبة بعدد وبالتالي يكون هذا العدد قيمته المطلقة هو ساعتها وأما طول الدورة فسوف أنظر للقيم التي تكون مضروبة في الثيتا ورح أقسم طول الدورة الأساسي وهو 360 درجة على هذا العدد وبالتالي أقول 360 على B سنشوف بعض الأمثلة كذلك على نفس الموضوع تكلمنا عن دالة الجيب وجيب التمام وذكرنا أن دالة الجيب هذه رسمتها كما هي ظاهر عمامنا لاحظنا أن الدورة تبدأ من الصفر إلى 360 فطول الدورة هنا يساوي 360 أما الساعة فهي تساوي واحد مجال دالة الجيب هي مجموعة الأعداد الحقيقية أما مداها فهو محصور ما بين السالب واحد والموجب واحد أما دالة الكوساين فهي تشترك في كثير من الخصائص مع دالة الجيب بينما تختلف في التمثيل البياني لاحظ أن دالة الكوساين تبدأ من العدد واحد وتنزل ولكن طول دورتها هو نفسه اللي هو 360 والساعة أيضا تساوي واحد المجال هو الأعداد الحقيقية أر والمدى من سالب واحد إلى موجب واحد لو لاحظنا أخواني الكرام وأخواتي وتأمننا في دالتي الجيب وجيب سنجد أن دالة الجيب هي دالة متماثلة حول نقطة الأصل دالة الجيب هي دالة متماثلة حول نقطة الأصل وش أقصد بمتماثلة حول نقطة الأصل يعني لو أخذت لي أي نقطة على الدالة ووصلتها بنقطة الأصل ستجد أن هناك نقطة تقابلها فهذه الدالة متماثلة حول نقطة الأصل متماثلة حول نقطة الأصل بهذه الصورة و راح نتشوف يعني إن شاء الله في الصفة الثالثة الثانية راح نسميها دالة فردية نسميها دالة فردية أي دالة تكون متماثلة حول نقطة الأصل تسمى دالة فردية فبالتالي نلاحظ أن دالة السعين هي دالة متماثلة حول نقطة الأصل لو أخذت أي نقطة فبالتالي وصلتها ستجد أن هناك نقطة تقابلها في المنحني بهذه الصورة أما دالة الكوساين فهي متماثلة أيضا ولكن ليس حول نقطة الأصل وإنما حول محور Y حول محور Y فلك أنت تتخيل محور Y كمحور تناظر لو أخذت أي نقطة موجودة هنا ستجد أن هناك نقطة تكون مقابلة لها حول محور Y فبالتالي نلاحظ أن دالة الكوساين دائما ما تكون متماثلة حول محور Y وأي دالة متماثلة حول محور Y ستسمى دالة زوجية نقلنا هذه الدالة ستسمى فردية وهذه الدالة ستسمى دالة زوجية وهذه مفاهيم إن شاء الله سنتعمق فيها في الصف الثالث الثنوي بإذنه تعالى دالة الظل هي دالة التان ذكرنا أن مجالها هو جميع القيم معدى التسعين ومضاعفاتها الزاوية التسعين والمئتين وسبعين أو الزاويتين التي تكون يعني مش تسعين ومضاعفاتها وإنما الزواية التي تكون على محور Y الزواية التي تكون على محور Y وهي عندنا الزاوية تسعين والزاوية مئتين وسبعين هذه الزاويتين في الدائرة تكون غير معرفة في التان أما بقية الزوايا فتانها معرف وبإمكاننا حسابه بينما الزاوية 90 والزاوية 270 ستكون خارج المجال وبالتالي الثان لهاتين الزاويتين غير معرف فبالتالي ممكن نقول أن 90 زايدا 180 في N حيث N أي عدد صحيح المدى هو مجموعة العداد الحقيقية إلا لو لاحظنا أن الدالة شفت من الأعلى إلى الأسلفة كل الأعداد دخلت في مدى دالة الظل ما عندي أي مشكلة ولكن طول الدورة لو لاحظنا سيكون محصور يعني لو بديت ستكون الدورة من هنا إلى هنا من السالب 90 إلى موجب 90 فبالتالي طول الدورة يكون كم؟ يكون 180 درجة أي أن الدالة ستكرر نفسها كل 180 درجة وبالتالي لو كانت الثيتة مضروبة في B فبالتالي سوف نقسم على القيمة المطلقة لي B هذا اللي تعلمناه في الدرس السابق أو في الدروس السابقة في درس اليوم إن شاء الله رح نتعرف الآن على تمثيل الدوال المتبقية عندنا دالة الكوتان ودالة السك ودالة الكوسك نبغى نتعرف عليهم كيف نرسمهم ما هو مجالهم ما هو مداهم ما هي خصائصهم دعونا نشوفها مع بعض في المفهوم التالي قالك تمثيل الدوال المثلثية الأخرى ترتبط من حنيات دوال قاطع التمام والقاطع وظل التمام طبعا قاطع التمام اللي هو الكوسك والقاطع اللي هو السك وظل التمام اللي هي الكوتان بمن حنيات دوال الجيب وجيب التمام والظل فبالتالي كل وحدة ترتبط بمقلوبها فالكوتان دائما مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالتان والسك دائما مرتبطة بالكوساين والكوسك دائما مرتبطة بالساين فكل واحدة مرتبطة بمقلوبها نجي نبدأ بالكوتان الكوتان لو لاحظنا الدالة المنقطة اللي باللون الأحمر هذه هي دالة التان هذه هي دالة التان ودالة الكوتان هي الدالة اللي باللون الأزرق نلاحظنا كأنه لها انعكاس في لها انعكاس سوفوا هنا في انعكاس ما بين هاتين الدالتين أو بين هاتين الرسمين فبالتالي نلاحظ أنك عكست هذه الرسمة اللي هي رسمة التان وبالتالي تعطيك رسمة الكوتان طبعاً أحنا بالنسبة لنا الكوتان متى يكون غير معرف يكون غير معرف في زاويتين اللي هما الزاوية صفر والزاوية مية وثمانين الزاوية صفر والزاوية مية وثمانين درجة يكون عندهم الكوتان غير معرف الكوتان يكون غير معرف لذلك قالك ثيتا تكون معرفة عند أي قيمة أهم شيء إنها ما تكون من مضاعفات المية وثمانين يعني مية وثمانين، ثلاثمية وستين، خمسمية واربعين أي زاوية من مضاعفات المية وثمانين درجة تكون عندها غير معرفة بالنسبة للمدى، لاحظوا أنه تم تغطية جميع محور Y كله تغطى معي، الدالة من فوق إلى تحت فبالتالي سيكون المدى هو جميع الأعداد الحقيقية الساعة هنا لا أستطيع أن أحسبنا لأن هنا الساعة قلنا نصف الفرق نصف الفرق، فأخذ الفرق من موجب ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية هذا ما ينحسن، فبالتالي نقول هنا أن الساعة غير معرفة وطول الدورة يساوي مية وثمانين درجة إذن إحنا لاحظنا أن الساعة ما تعرفت عندنا إلا في الساين والكوساين أما التان والكوتان فساعتهم غير معرفة طول الدورة في الساين والكوساين كان ثلاثمية وستين أما في التان والكوتان فطول الدورة مية وثمانين نجي للسك والكوسك السك هي مقلوبة الكوساين فلو لاحظنا الدالة المنقطة باللون الأحمر هذه دالة الكوساين وبالتالي دالة السك يكون مرتبطة تمثيل بياني بهذا الشكل فرح تكون منعكسة بهذا الشكل تكون عبارة عن منحنيات متفرقة ومتقطة بهذا الشكل وفي كل طول دورة سوف تتكرر هذه المنحنيات لاحظ أن هذا الرسم يأخذ 180 درجة وهذا يأخذ 180 درجة فطول الدورة عشان يرجع الشكل مثل الشكل الأول يأخذ 360 درجة وبالتالي طول الدورة ستكون 360 درجة بينما سنقول هنا أن الدالة كذلك ساعتها غير معرفة لأننا لاحظنا هذه بتصعد إلى ما لا نهاية وهذه بتنزل إلى سالب ما لا نهاية فبالتالي ما أقدر أحسب ساعة لأن الدالة مهم محدودة يعني دالة الساين والكوساين كانت متذبذبة في نطاق معين أقدر أحسبها بينما دالة التان والكوتان والسك والكوسك هذه تكون ممتدة إلى موجب وسالب ما لا نهاية فلا أستطيع حساب هذا الامتداد وبالتالي نقول هنا أن الساعة غير معرفة طبعا مجال الدالة سيكون من سالب واحد يكون الأعداد التي تكون أعلى من موجب واحد والأعداد التي تكون أقل من سالب واحد هذا بالنسبة لمدى الدالة أما بالنسبة للمجال فالدالة ستكون معرفة عند جميع الزوايا معدها الزوايا اللي هي التسعين والميتين woسبعين بالنسبة للسك مثل التان يعني التسعين والميتين woسبعين تكون عندها غير معرفة إذن هذه قلنا سك والتان وهذه حتكون للكوسك ولكوتان حتكون الزوايا هذه غير معرفة في هاتين الدالتين بالنسبة لدالة الكوتان نفس الفكرة بالضبط أن نشوفوا الآن هذه دالة الساين طبعا الدالة ستكون أيضا في لها جزء فوق وجزء تحت بهذا الشكل طول الدورة سيكون 360 درجة والسعة غير معرفة المدى سيكون للأعداد الأكبر من واحد والأعداد سيكون أقل من سالب واحد والمجال سيكون جميع الزوايا مع أداء 0% و80% في دائرة الوحدة ومضاعفات 180% إذا تعدين دائرة الوحدة أتمنى أن تكون هذه المعلومات واضحة وجلية المطلوب لنا فقط معرفة طول الدورة يعني مثل ما كنا نسوي في الفقرات السابقة أن نقسم على طول الدورة الأساسي بالعدد بي دعونا نرى المثال الذي معنا المثال 5 قال أنا أوجد طول الدورة الدالة 2 في سك ثيتا ثم أمثل هذه الدالة بيانيا لاحظ معي الأثنين هذه تتأثر على السعة ولا تأثر على طول الدورة هذه تؤثر على السعة ولكن السعة في دالة السك غير معرفة فبالتالي ما يأثر هذا العدد على أي شيء بالنسبة للسعة وبالنسبة لطول الدورة وبالتالي نلاحظ أن هنا أنا ما عندي لثيتا وبالتالي نقول مباشرة أن طول الدورة في دالة السك هو 360 درجة 360 درجة لإنما الثيتا ما هي مضروبة بأي عدد نشوف تحقق من فهمك قالك أوجد طول الدورة للدالة كوسك تو ثيتا طبعاً دالة الكوسك في الأساس طول دورتها 360 وعندي الثيتا مضروبة في اثنين فبالتالي راح أقول راح أقول أن طول الدورة وشي ساوي حي ساوي 360 تقسيم القيمة المطلقة لأثنين القيمة المطلقة لأثنين وبالتالي يصير 360 درجة على أثنين اللي هي تساوي 180 درجة إذن هذا هو طول الدورة بالنسبة للدالة كوسك تو ثيتا بهذه البساطة بذلك أيها الأخوة الكرام يعني ننتهي إلى مراجعة لملخص المفهوم اللي نبغى نحدد للدوال المثلثية الستة سعتها وطول دورتها بالنسبة للساين والكوساين الساعة فيها تساوي 1 أما بالنسبة للتان والكوتان والسك والكوسك فالساعة هنا حتكون غير معرفة الساعة غير معرفة في هذه الدوال كلها الساعة غير معرفة في التان والكوتان والسك والكوسك إذن الساعة ما هي معرفة إلا في الساين والكوساين ولكن طول الدورة موجود في كل الدواء المثلثية ففي الساين والكوساين ستكون طول الدورة 360 درجة والسك والكوسك لأنها مقاليب للساين والكوساين أيضا 360 درجة بينما التان والكوتان فقط ينفردان بأن طول الدورة فيهم يساوي كم؟ يساوي 180 درجة بهذه الصورة فبالتالي من المهم جدا تصور مثل هذا المخطط يعني يساعدنا في حل المسائل اللي راح نشوف يعني جزء منها بعد قليل في أسئلة التقويم أن نحن والله فقط يعني نكون عارفين الساين ما تجي إلا في الساين والكوساين إذا جاك سك كوسك تان كوتان على طول نقول أن الساعة غير معرفة أما طول الدورة فأنا أشوف العدد اللي مضروب في ثيتا وأقسم اللي هو طول الدورة الأساسي اللي هو 360 أو 180 على هذا العدد طبعا لاحظ معي أنه 360 في الساين والكوساين ومقلوباتها اللي هما السك والكوسك و 180 في التان ومقلوبتها اللي هي الكوتان فهذا المخطط يعني مهم جدا أن الطالب يكون متصوره في قبل حل المسائل بذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وصلنا إنما يتمطاف في هذا الدرس ولكن نريد أن نحل مجموعة من التمارين عندنا ثلاثة تدريبات بسيطة اللي هي إيجاد طول الدورة ولاحظ لأن الأسئلة هذه كلها أسئلة تان وكوسك وكوتان ما قال لك أوجد الساعة لأن الساعة هنا كلها ستكون غير معرفة إذن هنا الساعة غير معرفة يعني لو كتمناها الساعة غير معرفة يعني لو سألك عنها تقول لها الساعة غير معرفة في هذه الدوال لو سألك عنها لكن في السؤال الحقيقة ما سأل عنها ولكن يعني للتأكيد فقط أن الساعة هنا ستكون غير معرفة في كل من هذه الدوال الثلاث أما طول الدورة فإحنا الآن نقسم دائماً على العدد المضلوب في ثيتة فالتان في الأساس طول دورتها 180 درجة هل في عدد مع الثيتة؟ لا خلاص كان يقول 180 تقسيم واحد اللي هي تساوي 180 ما يحتاج أكتبها خلاص نقول طول الدورة 180 أما بالنسبة لدالة الكوسيك فبالتالي طول الدورة في الأساس هيكون كم؟ هيكون 360 درجة طبعاً لاحظوا معي أن هنا أيضاً ما في عندي عدد مضلوب في الثيتة فبالتالي تظل كما هي ولكن لو لاحظنا في الدالة الأخيرة نلاحظ أن طول الدورة هيكون كم؟ هيكون عبارة عن 300 لأن كوتان في الأساس هيكون 180 وبقسم على كم؟ على القيمة المطلقة للعدد 2 طبعاً لأن الثيتة مضلوبة في العدد 2 وبالتالي بقول 180 درجة على 2 اللي هي تساوي كم؟ تساوي 90 درجة إذن نلاحظ أن طول الدورة هنا عبارة عن 90 درجة نشوف أسئلة من أسئلة الاختبار التحصيلي كان لك أن أوجد السعة وطول الدورة على الترتيب للدالة 4 ساين 5 فيتة فنحن نقول هنا أن السعة هي عبارة عن إيش؟ السعة عبارة عن 4 أما طول الدورة فنحن نقول 360 درجة لدالة الساين تقسيم القيمة المطلقة للخمسة طبعاً 360 تقسيم 5 تساوي كم؟ ستساوي 72 درجة وبالتالي سيكون 360 تقسيم 5 72 درجة إذن سأبحث عن 74 سأجد الجواب C هو الجواب الصحيح بهذا الشكل نختم بهذا السؤال أي الدورة المثلثية التالية سعته 3 وطول دورته 72 أول شيء نريد السعة 3 السعة 3 فبالتالي طالما أنه يسأل عن سعة فهو يسألك إما عن ساين أو كوساين الثان سعتها غير معرفة فبالتالي كذا خيار مستبعد من البداية هذا خيار خاطئ لأنه نحن يا ساين يا كوساين والسعة 3 يعني لازم يكون العدد مضروب في كم؟ مضروب في ثلاثة نلاحظنا ما عندي خيار صحيح إلا الخيار سي لأن هنا السعة كم؟ هنا السعة 5 وهنا السعة 5 فبالتالي بغض النظر عن طول الدورة لكن لو كان عندي مثلا خيار مثلا إي مثلا خيار جديد مثلا قال لك واي يساوي ثلاثة في ساين مثلا ثيتا بهذا الشكل نلاحظ أن طالما نطول الدورة 72 فإحنا بنقول 360 درجة تقسيم اللي هو عدد تقسيم بي يساوي 72 درجة ممكن نبدل ما بين البي وما بين 72 سي لـ 360 درجة تقسيم 72 وبالتالي يعطيك هذا البيط وبالتالي تقول أن البيط تساوي 5 وبالتالي تعرف أن هذا هو الجواب الصحيح يعني بهذا الشكل أتمنى أن نكونوا فقط في تقديم هذا الدرس لكم أخواني الكرام وأخواتي الطلاب تعرفنا فيه على تمثيل الدوال بيانيا ومعرفة أهم شيء اللي هو السعة وطول الدورة كيف نحسب السعة من خلال السعة تكون معرفة فقط في الساين والكوساين أما طول الدورة فهو يكون موجود لجميع الدوال المثلثية كل الدوال المثلثية طول دورتها 360 معدى التان والكوتان طول دورتهم 180 درجة من مهم جداً معرفة متى تكون الدالة معرفة ومتى تكون الدالة غير معرفة فنعرف أن الساين والكوساين مجالها R يعني ممكن تعوض بأي زاوية من اختيارك بينما دالة التان والسك تكونان معرفتان عند أي زاوية معدى التسعين والمئتين وسبعين مشاكلهم على محور Y اللي هم التان والسك أما الكوتان والكوساك مشاكلهم على محور X والصفر والمئة وثمانين دائماً هم اللي يسببون لهم المشاكل فمهم جداً أنك تعرف كل دالة ما هي المشاكل اللي عندها كيف طريقة تمثيلها وكيف رسمها حقيقة ما فيه أحد يطلب الرسم باليد يعني فيه عندنا برامج متخصصة بالرسم باستخدام التطبيقات عبر الجوال أو عبر الكمبيوتر فبالتالي ما أحد يطلب الرسم في اليد يعني في الوقت هذا ولكن مهم جداً أنك تتأمل وتعرف خصائص الرسم وتعرف كيف أنك والله يعني تستخلص هذه الخصائص من خلال الرسم المعطى في الختام أشكركم لحسن المتابع ونوقعكم على خير بإذنه تعالى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته